بنظرات تختزل الكثير من الألم والأمل تقابلك تمني ابنة الأعوام السبعة نظرات تقول لك الكثير وإن لم تنطق بحرف تمني طفلة المولودة بأعاقة خلقية جعلتها مختلفة عن الآخرين في إيحاءات عينيها يبدو الحزن أكبر من سنوات عمرها السبع واشتغل بالأقر اليوم سعي صراح وسعي مشي صراح ظلي نايم ظليت بكعسة ما شتحصتها بالمدرسة ما شعواف ما شع أكل عجل ما تخرج والاشي غلاش عاش معه وقع قدوها بيدين قصيرتين وأصابع غير مكتملة النمو في أسرة يحاصرها الفقر وحدها تحاول رسم بداية مختلفة لقصتها عن البداية التي يريدها المجتمع تتشبث بأحلامها وتحاول كتابة الحروف على دفاترها والوقوف أمام زميلاتها متحدية بذلك الكلمات التي قد تسمعها وهي ممسكة القلم بيديها مفروض يكون لهم رعاية خاصة من الدولة يعني زي دفاتر زي شنطة أو حقيبة مدرسية ملتزماتها كامل لازم تقدم لهذه الحالات مع تمني ولدت الإرادة كما خلقت الإعاقة وتبدو الإرادة واضحة عليها ويرافقها الأمل واضحا في روحها المشبعة بالكثير من الأحلام لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة